مساء الخير أصدقائي تحياتي إلى الجميع بالبداية رمضان كريم للجميع وإن شاء الله يا رب يكون شهر خير ومحبة وصحة وعافية على الجميع رح نعمل بهذا الفيديو جولة هامة وموسعة وشاملة لأهم التطورات الألمانية الأوروبية العالمية أول أمر رح نتكلم به هو أغور شاهين مؤسس شركة بايونتيك كم هي أرباحها شركة بايونتيك اللي أسسها أغور شاهين كانت تختص بالأبحاث الطبية وتهتم بأبحاث مرض السرطان كانت شركة صغيرة موازنتها بسيطة ولكن بسبب فيروس كورونا وبسبب إنتاجها للقاح الأكثر طلبا بالعالم حققت الشركة أرباح خيالية لم يكن أحد يتوقعها تمكنت فقط بعام 2021 من بيع أكثر من مليارين وستمائة مليون جرعة لقاح من لقاح كورونا وحققت فقط في عام 2021 أرباح قدرها تسعة عشر مليار أورو بروتو فقط أما بالنسبة للأرباح النتو اللي هي الأرباح الصافية فقد تم تحقيق عشرة مليارات وثلاثمائة مليون يورو وكل هذا فقط بعام 2021 وبذلك تحول المؤسس أوغور شاهين إلى أحد مليار ديارات العالم وأكبر مليار ديارات ألمانيا وقال أوغور شاهين أن مبيعات اللقاح من شركة بايونتك إلى أكثر من 165 دولة حول العالم كان لها تأثير كبير على الصحة بالعالم مساهمة بحصول تحسن اقتصادي كبير ويعني قال أنه لقاحاتنا وتقنيتنا فتحت أبواب العالم على التقنية الجديدة التي تعتمد على الحمض النووي الريبي الـ MRNA وأن أرباح الشركة الكبيرة سيستفاد منها أيضا مشتروا الأسهم وسيخصصون الكثير لأجل الاكتشافات والبحوث الطبية الموضوع الثاني أصدقائي قواعد كورونا الجديدة التي سوف يتم تطبيقها ابتداء من يوم غدا ما هي هذه القواعد وما هي هذه التغييرات أول شيء بصورة عامة ستتحول مسؤولية الحماية من كورونا من مسؤولية حكومية إلى مسؤولية شخصية وهذا يعني ما نصت عليه التغييرات الجديدة بقانون الحماية من العدوى ثانيا لا إجبارية بارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة والأمر سيعود للأفراد والكثير من المتاجر والسوبر ماركت اللي نشتري منها سوف تلغي إجبارية الكمامات منها متاجر زاتون وميديا ماك والسوبر ماركت كثيرة يعني مثل إيديكا والكثير من الفنادق والمطاعم والشركات وصلاة الدسكو والمحلات سوف لن تفرض ارتداء الكمامات سوف يكون الأمر طوعي النقطة الأخرى شروط الكمامة ستكون سارية المفعول أو ستكون سارية في وسائل النقل العام أو في وسائل النقل لمسافات طويلة مثلا القطارات ثالث شيء يمكن أن تكون شروط ارتداء الكمامة سارية كحماية أساسية وهذا الأمر تنظم الولايات أو المقاطعات وليس الحكومة الفدرالية مثلا بالعيادات والمشافي ومرافق غسيل الكلة ودور رعاية المسنين ومجالات التمريض تقوم الولاية بفرض إجراءات يعني ارتداء الكمامات بهذه الأماكن وليس الحكومة الفدرالية رابع شيء فحوصات كورونا المجانية سيتم تمديدها حتى نهاية يونيو حزيران خمس شيء لا يزال الاختبار إجباري بالمدارس ورياضة الأطفال والأمر تنظم الولايات وليس الحكومة الفدرالية سادس شيء قانون الحماية من العدوى يتيح إمكانية لولاية ما بحماية المناطق الساخنة التي تسمى هوتسبوت وهي التي يكون بها انتشار شديد للمرضى أو انتشار سلالة ما وضغط كبير بالمشافي فالقانون الجديد يتيح للولاية فرض إجراءات وقائية غير الإجراءات العامة سابع شيء تنتهي كل الإجراءات لم يتم تجديدها من قبل البرلمان وهناك ولايتان فدراليتان أعلنتا أنهما هوتسبوت أو مناطق ساخنة وهي هامبورغ ومكلمبوك فوبومن هذه الولايتين سوف لن يشملها تخفيف الإجراءات الذي سوف يحصل بكل الولاية الأخرى بألمانيا اتداء من يوم غدا بالنهاية نعتقد أنه وضع الكمامة بالجيب سيكون تصرف صحيح لأنك قد تدخل لمكان وقد تتفاجأ بأنه هنا إجبارية للكمامات كان الأمور أصبحت الآن ليست من مسؤولية الحكومة بل من مسؤولية الولايات أو البلديات أو الدوارة أو المحلات المعينة الموضوع الثالث أصدقائي وزير الاقتصاد روبارت هابك عن حزب الخضر خرج بمقطع فيديو وقام برد على مطالب الأوكرانيين الذين يريدون مزيد من الدعم بالمال والسلاح بحربهم ضد روسيا وقال روبارت هابك نحن بألمانيا حريصين جدا بكل خطوة نقدم عليها وكل شيء نعمل مدروس بعناية لأننا لا نريد أن نصبح هدفا لروسيا وهو وصف الأمر وقال يصعب على أوكرانيا فهم ذلك ولكن هناك دائما اعتبار لمنع شر أكبر وهذا هو مبدأ نعتمد بكل الخطوات السياسية وتم الإعلام بكلمة عن شيء مهم جدا وهو أنه ألمانيا ستقوم بالدفع بالكثير من القوانين الجديدة بحلول عيد الفصح وهذه القوانين متعلقة بالطاقة المتجددة وتم وصف حزمة الطاقة المتجددة بأنها حزمة كبيرة يعني حزمة قوانين الطاقة المتجددة بأنها قوانين تساعد على تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة وبتحقيق مرحلة عدم الاعتماد على الآخرين وعدم شراء الطاقة منهم بأثمان عالية أنظمة الطاقة الشمسية المتطورة على أسطح البيوت وإشراك البلديات بألمانيا يعني القيمايندات يقومون بالمشاركة ببناء حقول مراوح وتوربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وبعد ذلك تقوم البلديات ببيع الطاقة الكهربائية لسكانها وتستفاد منها أيضا من الناحية الاقتصادية وهذا الأمر سوف ينفع المناطق الريفية التي لا تحتاج إلى الكثير من الطاقة وسوف تكتفي ببضع الحقول من توربينات الرياح نفهم من الكلام أن المناطق الريفية ستزود نفسها بالطاقة من توربينات الرياح هذا هو ما تم فهمه وسيتم طرح خطة كبرى للتوسع بحماية البيئة يوم الاثنين القادم من قبل البرلمان الألماني ومن قبل حزب الخضر أيضا الموضوع الرابع أصدقائي يتكلم الإعلام الألماني عن مشكلة كبيرة جدا بتسجيل اللاجئين الأوكرانيين بألمانيا والسبب هو أنه موجة اللاجئين الأوكران تعتبر أكبر موجة لجوع عرفتها أوروبا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حتى تم اعتبارها أكبر من موجة عام 2015 وحتى عام 2016 سويا كون نسبة دخول فقط بشهر واحد تقريبا أكثر من أربعة ملايين لاجئ دخل الانتحاد الأوروبي ثلاثمائة ألف لاجئ منهم دخل إلى ألمانيا وهو رقم كبير ومخيف لدوائر التسجيل بشهر واحد فقط بالمعدل الطبيعي حسب الإعلام الألماني يجب أن يستغرق تسجيل كل لاجئ حوالي ثلاثين دقيقة ولكن الأمر يصبح بمراكز اللجوء حوالي ثلاثة ساعات أو حتى أكثر من ذلك والسبب هو اصدقائي الافتقار لعدة التسجيل التي تستوعب هذه الأعداد الكبيرة وهناك مشكلة أخرى وهي عدم تمكن بعض مراكز التسجيل من عمل فحوصات أمنية لعدد كبير من اللاجئين أو عدم التمكن من عمل بصمة إلكترونية لإرسالها لوزارة الداخلية للتحقق مثلا مما إذا كان الشخص الفلاني مثلا مطلوب أو مجرم دوليا بولاية زكسن وبولايات أخرى مثل بافاريا وهامبورغ هناك حذر كبير من أن تحصل عمليات مشابهة لما حصل بعام 2015 وهو قيام لاجئين بالتسجيل مرات عديدة من أجل الاستفادة من معونات اجتماعية من أكثر من مكان ويعني هناك بعض الأشخاص يعني يقومون بالتسجيل بهويات عديدة ويذهبون لمدن عديدة من أجل أن يحصلون على مساعدات من مكانين أو أكثر الموضوع الخامس أصدقائي هناك جندي ألماني اسم رالف عمره 64 عام يتم متابعته والتحقق معه لأنه كان يعمل جاسوس لدى روسيا وكان يعطيها معلومات كثيرة عن الجيش الألماني ومعلومات عسكرية كبيرة عن العتاد وعن الخطط العسكرية وهو كان لديه الكثير من العلاقات من أجل استحصال المعلومات لأجل روسيا وكان يستغل منصبة وهو مجند احتياط يعني كان لديه الكثير من النشاطات المدنية من ضمن الأشياء التي كان ينقلها للروس مثلا معلومات وبيانات وصور عن خطط عسكرية وأسرار دولة وكان لدى رالف أيضا شبكة من العلاقات التي يستمد منها معلومات مثلا زود روسيا بمعلومات عن عواقب أو يعني عن التبعات والتأثيرات الاقتصادية للعقوبات التي فرضت على روسيا عام 2014 وطريقة تعامل ألمانيا داخليا مع خط نوردستريم 2 هذا الخط اللي تم مده من روسيا يعني لكي يزود ألمانيا بالغاز ولكن يعني انتهى العمل منها بعام 2021 ورغم ذلك لم يتم تشغيله وزود روسيا أيضا بمعلومات عن رجال أعمال كبار بألمانيا كشف خطتهم وكشف طموحاتهم بسبب هذه الأشياء التي فعلها سيتم محاكمته في محكمة دوسلدورف في ولاية شمال الراين الموضوع الآخر أصدقائي الموضوع السادس وهو هناك تنبيه عام وتحذير أعلنت عنه الحكومة الألمانية وحكومة الولايات الستة عشر على البوابة الإلكترونية التي تسمى والتحذير هو يعني تنبيه من استهلاك الخبز أو التوست الذي يبيع متجر ألدي كونه يحتوي على مبيدات حشرية بنسبة عالية جدا وتركيز عالي من مادة أكسيد الأثيلين الموجود بالمبيدات وهو مادة مسرطنة وهذه المبيدات هي ممنوعة من الاستخدام بالاتحاد الأوروبي وأضاف المصدر أن العبوات التي يكون وزنها 260 غرام وتحتوي على أربعة لفائف خبز محمص ويبيعها ألدي زود في أجزاء واسعة من بافاريا ونورد راين فيسفالن أو أن أغفي ورايلاند فالز وولاية هسن هذا هو شكل الخبز أصدقائي ومن كان قد اشترى أكياس خبز من هذا النوع فلينتبه على تواريخ الصلاحية المكتوبة عليها فالأكياس الملوثة تاريخ صلاحيتها ينتهي بالعاشر والثالث عشر والسابع والعشرين من نيسان أبريل الحالي أصدقائي دائما ننشر هكذا تقارير ودائما يعني أجد انتقادات كثيرة من قبل بعض الأخوة المتابعين واتهام للحكومة الألمانية والصناعة الألمانية بالفشل ومقارنتها بدول أخرى ليس دفاعا عن ألمانيا بل الحقيقة يجب أن يقال هنا يوجد شيء جيد وهو حماية المستهلك وسلطات رقابية لذلك يتم الكشف عن مواد غذائية ملوثة بين الحين والآخر بينما بدول أخرى لا أحب تسميتها لا يوجد إجراءات رقابية وبالمناسبة المادة المكتشفة هي أكسيد الأثيلين الموجودة بالمبيدات الحشرية والمبيدات التي تحتوي على هذه المادة هي ممنوعة بدول الاتحاد الأوروبي لذلك تم إصدار تحذير بتناول هذا النوع من الخبز بينما بدول عديدة بالعالم منها دولنا يعني دولنا الأم لا يوجد منع على هذه المبيدات الحشرية وأحيانا نسأل أنفسنا لماذا نسب السرطان مرتفعة بالدول الفلانية ونسب السرطان منخفضة بالدول الأخرى ننتقل للموضوع الآخر وهو الموضوع السابع في دريسدن هناك أقل معدلات للتطعيم بألمانيا كلها وتقريبا ثلث الناس هناك غير ملقحين ومن الشاعع أن نجد أشخاص معارضين للقاح بدريسدن ومن الشاعع أيضا أن يحاول الناس الحصول على هويات لقاح غير نظامية من أجل يعني على الأقل التسوق بحرية والخروج بدون قيود بالفترات الماضية موقع بلد الإخباري نشر هذا اليوم تقرير عن رجل عمره 61 عام من مدينة مكتبوغ لقح نفسه حوالي 87 مرة منذ يوليو تموز من عام 2021 فقط بولاية زكسن قام ب87 عملية تلقيح ويقال أن الرجل لقح نفسه بأحد الأيام ثلاثة مرات بمراكز تلقيح مختلفة كل هذا فقط بيوم واحد فكان هذا المركز وذاك المركز ومركز ثالث مختلف حتى لا يتم ضبطه وتم ضبط هذا الرجل من قبل أحد المراكز الذي تكررت زياراته إليها يعني الرجل أصبح معروف ربما من قبل طباءه والموظفين فأصبحوا يتذكرون ملامحة على أقل تقدير وتذكروا أنهم تعاملوا معه مرات عديدة اتصلوا بالشرطة والشرطة اعتقلته وأثناء التحقيق تبين أنه كان يبيع هويات اللقاح لأشخاص آخرين معارضين للتلقيح ويأخذ منهم مبالغ عالية جدا لم يتم نشر تفاصيل أخرى مثلا ما الذي حصل له وهل صحة جيدة أم لا وكيف تمكن من خداع موظفي التسجيل بمراكز التلقيح ولكن نعتقد أنه كان يرتدي كمامة تغطي ملامح وجهه يعني تعرفون اللي يرتدي كمامة ثلاثة أربع ملامح وجهة تختفي وربما كان يرتدي قبعة فعندما يقدم دفتر لقاح وتأمين صحي لشخص ما يعني غيره بالكاد يتم التمييز بين صورة الشخص بالكمامة والقبعة وما هو موجود على التأمين الصحي أصدقائي الموضوع الثامن نشرت القناة الألمانية الأولى خبر عن أرباح العراق من النفط بسبب حرب أوكرانية وكيف استفاد العراق ماديا من الأزمة وكل الدول النفطية تقريبا استفادت والخبر جاء كما يليه جن العراق أموال طائلة من النفط خلال شهر آذار مارس أكثر مما تم جنية بعام 1973 بأزمة النفط العالمية التي قامت الدول العربية آنذاك بإيقاف تصدير النفط للغرب بسبب دعمهم لإسرائيل بالحرب وحسب وزارة النفط العراقية فإنه تم تصدير 100 مليون و500 ألف برمية النفط فقط بشهر آذار مارس وكان قيمة النفط الذي تم تصديره 11 مليار دولار أو تقريبا ما يعادل 10 مليارات يورو فقط بشهر آذار وكان رقم قياسي شهر فبراير اللي هو شباط كانت عائدات العراق أيضا قياسية وسجلت حوالي 8 مليارات و500 مليون دولار من الجدير بالذكر إلى أنه سعر برمية النفط الآن فوق المئة دولار واقترب من 140 دولار خلال شهر آذار وهذا الأمر أدى بمنفعة مادية كبيرة للدول النفطية بينما قبل الأزمة كانت سعر برمية النفط يعني يتراوح بين الأربعين والخمسين دولار وقال الإعلام الألماني أيضا أن العراق يعتمد بدرجة 90% باقتصاده على صادرات النفط بهذا الموضوع نكون وصلنا للنهاية وكملنا جولة شاملة وموسعة على أهم الأنباء من ألمانيا ومن أوروبا ومن خارج الاتحاد الأوروبي من شابتكم من السفادات وتحياتي لكم مع السلامة